أسعد الله أقاتكم بكل خير رئيس الوزراء الإسرائيلي بني مين نتنياهو يرفض رسميا تقديم موقف إسرائيل من قضيتين الحدود والأمن إلى اللجنة الرباعية الدولية ويصر على تقديم هذا الموقف في المفاوضات المباشرة وكان الفلسطينيون قدموا موقفهم من القضيتين إلى الرباعية التي حددت للطرفين مهلة تسعين يوما لعمل ذلك تنتهي في السادس والعشرين من كانون الثاني يناير المقبل ويتنخص الموقف الفلسطيني في المطالبة بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس مع استعداد لتبادل محدود للأراضي بالقيمة والمثل منظمة المؤتمر الإسلامي تدعو سوريا إلى تطبيق بنود المبادرة العربية وتحط حكومتها على الكف فورا عن استخدام القوة المفرطة ضد مواطنيها لتجنب خطر التدخل الأجنبي واللجنة العربية التنفيذية تحضر لائحة عقوبات ضد سوريا ترفعها إلى اجتماع الدوحة السبت وتوصي فيها بمنع سبع عشرة شخصية من بينها شقيق الرئيس بشار الأسد قائد الفرقة الرابعة ماهر الأسد من دخول الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها تركيا تخير الرئيس بشار الأسد بين مصير الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي والديكتاتور الليبي السابق العقيد معم القذافي وتعلن فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري قالت إنها لا تمس الشعب ومسؤول تركي يقول أن لا مكان للأسد في سوريا الجليدة ويأتي هذا بعد معالك عنيفة دافي داعل في محافظة درعة أعقبت اقتحام البلدة بالدبابات ومقتل ثلاثة عشر شخصا بينهم سبعة جنود الانتخابات المصرية تكمل أسلمة أنظمة الحكم في شمال إفريقيا مع إظهار مؤشرات النتائج الأولية هيمنة الإخوان المسلمين على أكثر من نصف المقاعد التي جرى الاقتراع عليها في تسع محافظات ضمن الجولة الأولى أخيرا في هذا الموجز وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تقوم بزيارة تاريخية إلى ميانا مار بورما سابقا وتجري الخميس محادثات مع رئيسها ثين سين في العاصمة الجديدة نايبي داو وتبلغها أنها متشجعة بالجهود الإصلاحية التي تبدل في بورما وهذه أول زيارة لوزير خارجية أمريكي إلى ذلك البلد منذ أن قام جون فوستر ذلس بزيارة بورما في العام 1945 وبورما هي دولة غنية بالموارد لكنها من أفقر بلدان العالم لاتفاصيل زوروا موقعنا القدس دوت كوم طابت أوقاتكم وادمتم بخير